طيب نروح طيب خليني أطمنكم على حسين الشحات لأنه يمكن خرج مصاب وكان اشتكى شوية من بعض الألم في العضلة الأمامية يمكن تواصلنا مع دكتور أحمد أبو عبلا وهو قال أنه حالته مطمئنة إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله هيكون جاهز للمشاركة في ميران الغد الجيش يعني أعتقد بنسبة كبيرة جدا ماتش الجيش هيكون حسين الشحات جاهز إن شاء الله في المباراة حسين فاي الفترة الأخيرة ما شاء الله وإحنا الحقيقة أنتم قبل ما أنا أشيد به وده اللي إحنا كنا نستنينه من حسين يمكن من بدري شوية لكن الحقيقة كان مفيد جدا ومؤثر جدا في مطشط الأهلي الأخيرة وإن شاء الله بإذن الله يقدر يوم بنفس الدور في المباراة اللي جاي طيب من السلة نروح لاتحاد الكورة كلام على قايمة الفرق المصرية اللي هتشارك فيه المسابقات الأفريقية يمكن تحاد الكورة أعلن أنه النهاردة الحد 15 أغسطس هو المعاد النهائي أو التاريخ النهائي وتحديدا الساعة 12 بالليل للفرق المصرية المشاركة فيه بطولات أفريقيا وهم الأهلي والزمالك وبرمس والمصري عليهم أن هم يبعثوا القوائم الفرق اللي هتشارك أو قوائم فرقهم اللي هتشارك فيه بطولات أفريقيا وزي ما قلت لكم آخر معاد هو النهاردة في منتصف الليل الكاف سمح لكل نادي أنه يسجل 40 لاعب على قايمته بدل من 30 لاعب وكمان سمح بأنه بدل ما هيكون لكل فريق 7 لعبين على ديكة البودلاء سمح أنه يتواجد 9 لعبين على ديكة البودلاء وهتستمر في المنافسات بتاعت السيزن أو الموسم اللي جاي كمان قاعدة التبديلات الخمسة واللي طبعا تم استحداثها بسبب كورونا